لم يبقى إلا القليل من القوات الإماراتية في سقطرة نهاية مشوبة بالتوجس للإشكالية التي نتجت عن التواجد المفاجئ لهذه القوات قبل نحو أسبوعين في أرخبيل سقطرة بالتزامن مع زيارة لرئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر للأرخبيل فبحسب مصادر محلية في سقطرة غادرت مساء الخميس دفعة من القوات الإماراتية على متن ثلاث طائرات عسكرية وصلت إلى مطار الأرخبيل لهذا الغرض المصدر نفسه أفاد بأن الإمارات سحبت أيضا غالبية آلياتها العسكرية من مدرعات ومصفحات ودبابات على متن تلك الطائرات غادر إذن القسم الأكبر من القوات الإماراتية في أرخبيل سقطرة ولا يزال الأمل يحدث سكان هذا الأرخبيل بأن تنسحب بقية القوات بما يسمح بطي واحدة من أكثر الأزمات حدة بين السلطة الشرعية والتحالف وفيما كانت القوات الإماراتية تطوي صفحة وجودها في أرخبيل سقطرة كان السفير السعودي محمد بن ألجابر يواصل مهمة له في الأرخبيل برفقة وزراء في الحكومة اليمنية أخذت شكل التأسيس لمشاريع تنموية وخدمية جديدة وتصريحات تفيد بتكفر الحكومة السعودية بجميع احتياجات الكهرباء والمياه والمشتقات النفطية لصالح السلطة المحلية بما يؤدي إلى خفض سعر تكلفة الطاقة الكهربائية والمياه واستمرارها على مدار الساعة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبد بن دغر كان قد أعلن انتهاء أزمة سقطرة في مقال كتب بعبارات ودية على نحو دفع بالمراقبين إلى وصفه بالمحاولة الدبلوماسية الذكية للتخفيف من وطأة الانسحاب الذي أطاح بواحدة من أكثر الطموحات الإمبراطورية جمحاً للإمارات في اليمن السفير السعودي بن ألجابر غادره وأيضاً أرخبيل سقطرة مساء الخميس بعد زيارة استغرقت أربعة أيام أشرف خلالها على ما اعتبرها المراقبون عملية انتقال للنفوذ من الإمارات إلى السعودية في الأرخبيل يأتي ذلك وسط ترقب من أبناء سقطرة حيال الترتيبات الجديدة وأمل بأن يدشن التحالف من سقطرة عهداً جديداً من العلاقات مع الدولة اليمنية جوهرها الاحترام الكامل لسيادتها على الأرض